لهؤلاء المهاجرين الذين يعبرون نهر ريو جراندي بغية الوصول إلى تيكساس الأمريكية ستصبح الأمور أكثر تعقيداً مع قانون سنه حاكم الولاية غريك أبوت ويعرف اختصاراً بـ SB4 والذي يجعل الدخول غير القانوني من دولة أجنبية إلى تيكساس جريمة جنائية وحسب مشروع القانون فإن الدخول غير القانوني المتكرر يصبح جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن عشرين عاماً التأثير المطلوب هو أن يكون أرادعاً كبيراً للهجرة غير النظامية لذلك أعتقد أن هذا هو الهدف وهو ردع هؤلاء الأشخاص عن عبور الحدود البيت الأبيض انتقد قانون الهجرة الجديد في تيكساس أصفاً إياه بالمتطرف بشكل لا يصدق هذا قانون متطرف لن يجعل المجتمعات في تيكساس أكثر أماناً ولن يجعل منها أكثر أمناً هو شيطانة للمهاجرين وأيضاً تجريد لإنسانيتهم وإضافة لكون القانون متعارض مع الحكومة الفيدرالية المخولة بشؤون المهاجرين فإنه يوفر آلية للسلطات المحلية في تيكساس كي تأمر المهاجر غير النظامي بالعودة إلى الدولة الأجنبية التي دخل منها وهو ما يخشى حقوقيون أن يستخدم كوسيلة لتمييز العنصري لدينا قلق كبير من أن هذا سيؤدي إلى التنميت العنصري لأنه كيف يمكنك أن تعرف بمجرد النظر إلى شخص ما أنه دخل بدون أوراق قانونية الطريقة الوحيدة التي تعرفها حقاً هي أن تقف على الحدود وتشاهدهم يعبرون من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في مارس القادم ومن المتوقع أن تطعن فيه إدارة بايدن وجماعات الحرية المدنية أمام المحكمة العليا